طيب هل فعلا طلب البابا كرولوس رجوع جسد البابا ساناسيوس الرسولي من روما زي ما رجع جسد ماري مورقس هدي برضو حتة محدش عرفها كتير لانه البابا بعد ما رجع رفاة او جزء من رفاة قديس ماري مورقس الرسولي او دحف الكاتدرائية هنا بدأت عينه تتجه الى رفاة البابا ساناسيوس الرسولي اللي كانت موجودة في روما وكانت النية منعقدة على انه يحطها في كنيسته اللي في منطقة السيوف اللي في اسكندرية طبعا الناس هيفاجوا انه اول مرة يتعلن هذا الكلام يعني يعني كنيست البابا ساناسيوس الرسولي في السيوف منطقة السيوف في اسكندرية كان البابا كرولوس هو اللي اختار ارضها وكان يمكن من ضمن الكنيس اللي كانت يعني الى حد ما قريبة من دير ماري مينة اول اول بعض كان بيعتبرها انها تابعة لدير ماري مينة يعني فكان عنده النية أنه بعد ما يرجع جسد البابا أسانسوس من روما أنه يحطه في هذه الكنيسة اللي هي كنيسة البابا أسانسوس بالسيوف ولكن القدر والزمن لم يمهله فتم هذا الموضوع فيما بعد في عهد قداسة البابا شنودة الثالث إن شاء الله بقى في الحلقة بتاع البابا شنودة هنتكلم بقى عن التفاصيل لكلاك لدينا حلقة خاصة بإذن الله عنه يعني موقف البابا كرولوس من قانون الإصلاح الزراعي وأوقاف الكنيسة قانون الإصلاح الزراعي ده طلع بعد ثورة 52 أو ما يسموه البعض بحركة الضباطة الأحرار في 52 أي أن كانت التسمية يعني المهم صدر هذا القانون بتحديد الملكية الزراعية وطبعاً الملكية الزراعية هنا حددها القانون بـ 200 فدان طيب اللي فوق الـ 200 فدان اللي يملك أكتر من 200 فدان يعمل إيه؟ القانون ألزموا إن الدولة تاخد هذه الفددين وتوزعها على صغار الفلاحين وتدي له نوع من التعويض تدي له نوع من التعويض وطبعاً بابا كارلوس كان أول واحد ينفذ القانون إنه لا يريد أبداً أن يصطدم مع الدولة ولا يصطدم مع أي قانون ولا أي حاجة وفعلاً ابتدى إنه يسلم المرحلة الأولى وكانت عبارة عن 1361 فدان 1361 فدان وكانت موقوفة على ثلاث أديورة دي المرحلة الأولى كانت في أوقاف دير الأنبان تونيوس ودير الأنبابولة في البحر الأحمر ودير البرامورس الثلاث أديورة دول كانوا أوقافهم بس 1361 فدان وقال يعني نخضع للقانون ونقدمهم وحتى الدولة داته ساعتها أو قدرت يعني إن الاستبدال يقدر بـ 300 ألف جنيه لا نعلم إذا كان تم تحصيل المبلغ كله أو جزء منه أو تمت مصادرتهم يعني أنا ما عنديش تفاصيل بالله حصل بعد كده لكن هو البابا فعلاً قدم هذه الأوقاف وعشان يتم بيها قانون الإصلاح الزراعي في هذه الفترة وده يولينا إن البابا كيرلوس يتعاون مع الدولة ويخضع لقوانينها مش داد القانون لا 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 بالعكس لا بالعكس بالعكس بص إحنا عندنا أمر في الكتاب المقدس إن إحنا نخضع للسلاطين وبيقول أن السلطان لا يمسك السيف عبساً والكنيسة دايماً تصلي من أجل الملوك والرؤساء حتى كلمة المالك دلوقتي استبدلت بكلمة الرئيس حسب الوضع السياسي الرئيس والجند وجراننا ومداخلنا ومخارجنا والوزراء زينهم بكل سلام يا ملك السلام عطينا سلامك أنا يعني لي مقالة منشورة السنة أعتقد القبل اللي فاتت في مجلة الهلال كانوا طلبوا مني أكتب مقالة عن الدور الوطني للكنيسة الخبطية كان عدد خاص عن الكنيسة الخبطية كان أعتقد في يناير يناير عشرين على ما أتذكر يعني واثناشر لها مقالة يمكن حوالي خمستاشر صحة اتكلمت في عن الدور الوطني للكنيسة على مر التاريخ ومنها طبعاً جزء منها في عهد البابا كرولوس وجزء في عهد البابا شنودة وما قبلها من البابا واط فده ده منهج الكنيسة احنا مش برنامج نسمه من جيل إلى جيل هي نفس الروح هي نفس الروح ماشية من جيل إلى جيل قدناها استلمناها من الكتاب مؤدس عاشوا بيها الأباء واخدوها الأبناء وصارت موجودة حد النهاردة من جيل إلى جيل بهذا الشكل